أسعد الله مساءكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تساؤلات هذا المساء نخصصه لقطع السكن تساؤلات كثيرة تترح حول برنامج توزيع السكنات يوم التاسع عشر مارس الفين وثلاث وعشرين ملفات الطعون وعية السكنات وكذلك شهادات التخصيص نقاط كثيرة يجيب عنها ضيفية في البلاطو كل من السيد محمد مرجاني المدير العام لأسكن بوزارة أسكن والعمران والمدينة سيدي مساء الخير أهلا وسهلا بك مساء نور شكرا شكرا لك على قبل دعوة كذلك سعد باستضافة السيد فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين أسكن وتطوره عدل سيد زيتوني مساء الخير أهلا وسهلا بك مساء الخير لكل مشاهدين وخاصة مكتتبي سيغة البيب الإيجار مساء الخير شكرا لك إذن البداية ستكون بك سيد محمد مرجاني بالحديث عن قطع السكن في الجزائر لحقق إنجازات كثيرة خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة 2020-2021-2022 حيث تم توزيع عدد هائل من السكنات في محطات تاريخية وهامة خاصة عندما تحدث عن سنة 2020-2022 كسؤال أول هل كانت تقدم لنا الحصيلة بالأرقام عن عدد هذه السكنات التي تم توزيعها وتسليمها؟ شكرا لكم أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة شكرا على حفاوة الاستقبال لكم ولطاقم النهار مرحبا بكم نذكر فقط بأن في الثلاث سنوات الأخيرة سنة 2020 إلى غاية سنة 2022 تم توزيع أزيد من 920 ألف وحدة سكنية بجميع السياغ تتوزع على النحو التالي أزيد من 300 ألف وحدة سكنية بالنسبة لسيغة السكن العمومي الإيجاري أزيد من 300 ألف وحدة سكنية بالنسبة للبيع عن طريق الإيجار 166 ألف يعانى موجهة للقضاء أو لموجهة لبناء السكن الريفي 88 ألف يعانى كذلك موجهة لبناء التزيئات الاجتماعية وكذلك 76 ألف سكن بالنسبة للترقوي المدعم أو بما كان يسمى سكن التساهمي تشدر الإشارة بأن هذا التوزيع الهائل والكم الهائل من التوزيعات تصادف مع المحطات التاريخية البلاد آخرها فاتح نوفمبر حيث عرفت توزيع أزيد من 160 ألف وحدة سكنية بجميع السيغة كل هذه البرنامج ما زالت الحركية في قطاع السكن ويرتقب المزيد سنة 2023 وكذلك سنة 2024 نذكر بأننا دخلنا سنة 2023 ببرنامج يقدر ب740 ألف وحدة سكنية بجميع السيغة هو جاري لإنجازها ضف إلى ذلك ما سوف يتم تسجيله خلال كذلك هذه السنة أزياد من 225 ألف وحدة سكنية أي ما يناهز مليون وحدة سكنية تكون في الميدان بمناسبة سنة 2023 الأرقام جدها ما سيد محمد مرجاني وكذلك العدد جدها يعني لو من فضلك تعاود تذكرنا بهذا الأرقام الرقم الأول قلت 920 وعشرين 920 ألف وحدة سكنية وزعت من الفترة المتدة من سنة 2020 إلى غاية سنة 2022 نذكر بأن كل السيغة كانت معنية بـ 920 ألف سكن يعني تقريبا مليون تقريبا مليون ما بخاش كثير يعني الرقم كبير بالفعل هي أرقام جد ومعتبرة وهمة نتمنى أنها ساهمت في تحسين الإطار المعيشي لمواطنين ممتاز كذلك عندما نتحدث عن وكلة عدل عدد هائل ورقم كبير كذلك تم توزيعه خلال الثلاث سنوات الأخيرة خاصة خلال السنة الماضية والتي تزامنت مع كما قلت محطات تاريخية جد هامة كذلك سيد فيصل زيتوني هل كانت تعطينا بالأرقام كم عدد السكنات التي تم توزيعها في صيغة عدل سأل الخير أهلا بك أهلا بك أهلا بك إضافة إلى ما قاله زميلي سيد مدير العام للسكن يجب قبل كل شيء التذكير بالجهود الجبارة لمكنتنا بشوصنا لهذه الأرقام وهذه الجهود الجبارة لكل إطارات وزارة السكن وعلى رأسها السيد الوزير محمد طارق بالعريبي بالنسبة للأرقام كانت سنة 2020 كانت لوكالة عدل كانت قد تم إنجاز أكثر من سبعين ألف وحدة سكنية وما نذكر بالسنة 2020 كانت سنة الكورونا رغم هذا قدرنا بالجهود على جميع الإطارات لأن الحقنا للرقم هذا لسبع وستين حوالي سبعين ألف سنة 2020 وكانت الخصوصية لسنة 2020 بالنسبة لوكالة عدل هي توطين البرنامج كان في سنة 2020 توطين 169 وحدة سكنية توطين معندها الأشغال بدأت في 2020 بالنسبة لسنة 2021 كانت الوكالة الوطنية حسين السكن وصطويره موجودة في كل المواعيد التاريخية هذه كانت حوالي 125 ألف وحدة سكنية في سنة 2022 كانت 111 ألف وحدة سكنية عدد السكانات في هذه السنوات حوالي 300 ألف وحدة سكنية بالنسبة لسيغة السكن والبيع بالإيجار الأرقام جد مهمة وكما قلت قطاع السكن حقق نجاح كبير وغير مسبوق خاصة كما قلت في سنة 2020 كان فيه جائحة كورونا لكن قطاع السكن رفع التحدي وحقق نجاح كبير والدليل العدد الكبير للسكنات التي تم تسليمها لو تذكرني في سنة 2022 2020 كان 67 حتى 70 ألف وحدة سكنية هذه مع إضافة توطين 169 ألف وحدة إنجاز حوالي 70 وتوطين 169 في سنة 2021 125 ألف وحدة سكنية في سنة 2022 111 ألف وحدة سكنية حوالي بالنسبة لسنوات 300 ألف وحدة سكنية قرابة 300 ألف وحدة سكنية قرابة 300 ألف وحدة سكنية بسيغة البيع بالإيجار ممتاز بسيغة عدل تم كما ذكرتك هذا بفضل الجهود باش قدرنا نوصل لهذا الرقم كانت اجتماعات مارطونية في الوزارة اجتماعات في الخروج إلى الميدان وسوف نطريق إلي كل التفاصيل في الميدان ممتاز بناء على كل هذه المعطيات التي قدمتها سيد محمد مرجاني بعد كل عمليات التوزيع هذه لمئات آلاف من السكنات للمواطنين فإن معدل شغل السكن سينخفض كثيرا وفيه تحسن كبير عندما نتحدث عن نسبة معدل شغل السكن الواحد في الجزائر يعلم الجميع أن معدل شغل السكن إلى غاية اليوم هو 4.43 سكن للسكن الواحد لكن يقابله أن تودا كروسماء أي معدل في نسبة تزايد السكن 2% التحدي هو الوصول إلى معدل 4 للسكن الواحد كل هذا ينجر عنه وجوب إنجاز عشرات الألاف أو المئات الألاف من السكنات ليوصل إلى هذا المتغى وهو 4 أي معدل شغل السكن يساوي 4 نضيف بأن هذه الإنجازات هي بأيادي جزائرية مكاتب دراسات جزائرية مقاولات كذلك جزائرية بسواعد جزائرية وتجنيد فريق كامل من أجل أولا إنجاز لأن التحدي ليس في الأرقام بل كذلك تحدي آخر وهو نوعية الإنجاز وكما تعلمون هذا عمل يومي وجهد يومي لننجز بالنوعية المطلوبة من بين الإجراءات التي اتخذها السيد الوزير للوقوف ميدنيا على هذه قضية النوعية الإنجاز هو تكليف مدراء السكن على مستوى الولايات في إطار عمل لجنة تتشكل من جميع المصالح المعنية تعكف على قبل توزيع السكنات على تأكد من أن هذه السكنات هي بنوعية طيب قبل الحديث سيد محمد عن نوعية السكنات والمراقبة وفيه ربما لجنة وزارية على مستوى الوزارة مكلفة بمرقبة السكنات يعني نتحدث عن وطيرة أو إنجاز هذا المشاريع يعني كيف تسير كما تعلمون عندما يوكل المشروع إلى مقاولة هي أجال تعاقدية لكن كل التعليمات التي أزدها سيد الوزير هو أنه في دفعات الشروط سوف يتم تحديد أجال الإنجاز والمنافسة سوف تكون على الأسعار هذا ما يمكننا أولا تحكم في عملية الإنجاز لكن ليس فقط على مستوى العقود بل هو عمل ميداني لاحترام لأنها كما تعلمون قد تعترض عملية الإنجاز الكثير من التحديات ويكون من صلاحيات مكاتب الدراسات صاحب المشروع وزارة وصية والمتابعة الميدانية لتدليل كل هذه العواق وتمكن المتعاملين من إنجاز هذه السكنات في أجالها ذكر فقط بأنه ليس فقط سكنات بل ننجز هذه السكنات ضمن أحياء مدمجة أحياء مدمجة يعني سكنات مع التجهيزات الضرورية وخاصة تجهيزات متعلقة بالمرافق العمومية المتعلقة بقطاع التربية وقطاع الصحة وكذلك منشآت تتعلق بأمن السكنات طيب الكل الآن ينتظر برنامج توزيع السكنات لتاريخ التاسع عشر مارس 2023 نبدأ بك سيد محمد مرجاني هل لك تعطينا برنامج توزيع السكنات إن شاء الله 19 مارس هل فيها رقم؟ نعم هو المرتقب بالنسبة لذكرى 19 مارس سوف يتم توزيع أزيد من 23 ألف وحدة ساكنية بجمع سياغ من بينها 2600 بسياغة العمومي الإيجاري أزيد من 7700 وحدة ببيع عن طريق الإيجار هناك كذلك أو 9700 وحدة عن طريق بيع بالإيجار أزيد من 7700 إعانة من أجل إنجاز السكن الريفي وكذلك أزيد من 1800 إعانة موجهة للترزيئات الاجتماعية بدون أن ننسى السكن الترقوي المدعم بأزيد من 1900 وحدة سكنية ربما يكون للسيد زيتوني ماذا عن صيغة عدل؟ يعني الكل منتظر تاريخ 19 مارس إن شاء الله القادم فيه قتلي 23 ألف وحدة سكنية يعني ماذا عن صيغة أو سكنات عدل؟ إضافة لما قاله زميلي الوكالة دائما حاضرة في هذه المواعيد التاريخية إن شاء الله في عيد النصر هذا الموافق لـ 16 مارس الوكالة بالنسبة لسكنات اللي سوف يتم توزيعها هي 9 750 وحدة سكنية هذا بالنسبة لعدد سكنات بالنسبة لعدد اسمه لزافيكتاسيا حوالي 26 500 وعندنا أيضا أوامر بالدفع بالنسبة لعدة للعديد من عندنا بالنسبة للشطر الأول بالنسبة لأصحاب طعون أنه حوالي 4 1650 خلال صبقتني الأسئلة تفضلت يعني لأنه هذه هي النقاط اللي الكل يتساءل عنها عندما نتحدث عن موافق نبدأ عدد سكنات عدد سكنات عدد سكنات هي بالنسبة لوكالة عدد 9 775 وحدة سكنية ممتاز هذا إن شاء الله بتاريخ 19 مارس الآن الحديث سيكون سيد فيصل زيتوني عن ملف الطعون لأنه في هذا المشكلة يعود فيه كل مرة هل تم تسوية ملف الطعون عندما نتحدث عن سكنات عدل سيغات عدل نذكر صح نبدأ تاريخية شوي على هذه الطعون في اللي كانت متوقفة الصب الشطر الأول كان متوقف من 2017 الذي تم تفعيله في يوم 31 مارس 2021 وهذا بتعليمات من السيدة الوزير من 2017 2021 بعد هذا حطينا البروجيت اللي كان سرنا يوريوكور هذا فتحنا المجال كان حوالي 40 ألف مكتتب دخلوا هذه المنصة لدرناها عبر الرقمنا وعبر الرقمنا هذه دخلوا 23 ألف وحدة و23 ألف مكتتب قدرنا أعطيناهم لو في أ قدروا سلموه ولي نبشر المكتتبين اللي كانوا عندهم الجواب في المنصة بالقبول إن شاء الله 19 مارس عندنا 4665 أمر بالدفع إلى أصحاب الطعون بهذا الحديث عن ملفات الطعونسي فيصل الزيتوني يعني تحدثت لي عن المنصة الإلكترونية هذه يعني هذا الأمر يقودون الحديث عن الرقمنا في قطاع السكن بالنسبة للوكالة عدل كانت هي ربما هي بدأت بالنسبة للرقمنا حتى الاكتتاب الأول في سنة 2013 كان عبر المنصات الرقمية كان اكتتاب لأول مرة كان اكتتاب عن طريق المنصات الإلكترونية كان حوالي في 2013 هكذا مليون مكتتب لدخل المنصة اللي بعد ذلك اللي فيلتر ومبعد ذلك التعدوصي حوالي 570 بعد ذلك بقى كما كانت قضية الرقمنا أمر كان لابد منه زنا وصلنا للأوامر بالدفع ما بقيناش نمدوهم بالطريقة العادية أوامر بالدفع يدخل المكتتب إلى الموقع الإلكتروني يكتب الكود تاعه يقدر يستخرج الأمر بالدفع بالنسبة أيضا للزافيكتاسيون يدخل للموقع ويكتب الكود تاعه هذه هي الرقمنا لسهلة العملية لكل مكتتبين للوكالة قاعدة تعمل باش ت كل أنواع من البلاتفورم باش سهلنا العمل مع المكتتب يعود في المنزل تاعه يدخل لبلاتفورم يكتب الكود تاعه يقدر يستخرج سوال أفكتاسيون سوال أوامر بالدفع طيب صيفي صفزيتوني يعني كم قتل رقم عدل الملفات الطعون اللي تم قبولها من قبل كان عندنا 23 ألف واحد كان دفع تجاه الأمر بالدفع رقم واحد وكان عندنا الأوامر بالدفع كانت في الدراسة إن شاء الله يوم تسعتاش يكوننا ربعالاف وخمسمائة وخمسة وستين ربعالاف وخمسمائة وخمسة وستين هذا وكلهم عندهم نحن في الرقمنا بكل بعتنا لهم أساماس بالليل يفتح مقبول إن شاء الله يوم تسعتاش يدخلوا للمنصة يكتبوا لرقم سيري تاحهم يقدروا يستخرجوا الأمر بالدفع أمر بالدفع طيب ماذا عن شهادة التخصيص شهادة تخصيص كما قلت لك الوكالة دائما موجودة في المواعيد التاريخية بالنسبة لتسيم السكانات أني كلمنا بالنسبة لأوامر بالدفع كلمتك عليهم والشاطر الثالث هي شهادة تخصيص شهادة تخصيص إن شاء الله العام هذا بالنسبة لي في عيد النصر تكون أكثر من 26.000 26.000 و700 شهادة تخصيص سوف تصب في الموقع الإلكتروني إن شاء الله يوم 19 مارس 26.700 إن شهادة تخصيص إن شاء الله بتاريخ 19 مارس نعود لك سي محمد مرجاني المدير العام لأسكن بي وزارة السكن عندما نتحدث عن السكن الاجتماعي لو تعود لنا الرقم اللي سيتم توزيعه يوم 19 مارس إن شاء الله إذا سمحت مدام أثرت قضية رقمنات سيغة العدل هو ملف رقمناه هو ملف شامل كل التعليمات التي أزدها سيد وزير السكن والعمران والمدينة هو العمل على رقمنات كل السيغ وذلك أولا لإفاءة الشفافية في عملية التوزيع وتسيير هذه البرامج وكذلك لمواكبة سياسة الدولة في هذا المجال فيما يخص سؤالكم حول العدد المرتقب توزيعه بمناسبة 19 مارس فيما يخص سكن العمومي الإيجاري هو أزيد من 2600 وحدة سكني طيب 2600 وحدة سكني ممتاز طيب سيد محمد مرجني بالحديث عن كل هذه الإنجازات وكل هذه الأرقام والعدد الكبير لسكنات التي تم توزيعها وسيتم توزيعها إن شاء الله بتاريخ 19 مارس تحدثنا قبل قليل عن تسريع وثيرة الأشغال وأوتوماتيكيا تحدث عن جودة ونوعية السكنات كما قلت أنه فيه لجنة وزارية مكلفة بمراقبة السكنات هو هو يعلم الجامع أنه معادلة ربما تبدو صعبة بالنظر للعدد الهائل من سكنات الجاري إجازها وسكنات المستلمة يقابله الحرص على إجاز سكنات ذات نوعية كل الميكانيزمات لمراقبة هذه السكنات هي على المستوى المحلي هي لجان تتكفل بمراقبة الإنجاز كما سبق لي وأن ذكرت أن هذه اللجنة الولائية يترأسها سيد مدير السكن وعلى مستوى الوزارة هناك كذلك لجنة تتابع مدى تنفيذ هذه التعليمات التي تنص على أن هذه اللجنة الولائية تقوم قبل تسليم المفاتيح بمراقبة هذه السكنات لكن دعني أقول بأن المراقبة الأولى هو اختيار مكتب دراسات كوفا هو اختيار مقاولة كذلك ذات مهنية عالية ثم بعد ذلك تأتي مراقبة هذه اللجنة لكن خليني أقول لك بأن هذا عمل يومي ودأوب ونعمل جميعا على أن تكون هذه السكنات أو تسلم في أحسن الظرف كذلك سيفيصل زيتوني الوكالة الوطنية لتحسين سكن وتطير وعدل تحرص على تحقيق السرعة في الإنجاز والتحكم كذلك في الآجال لكن دون إهمال نوعية والجودة في هذه السكنات لتم تسلمها للمواطنين هذا الشغل الأول لإطارات وزارة السكن تحت رئاسة السيدة الوزير السكن العمران والمدينة كل الاجتماعات الماراتونية التي كنا نديرهم في الوزارة كانت الورقة الطريق هي تقليص مدة الإنجاز مع احترام النوعية والاحترام النوعية كما قال زميلي هي بدأت من لجنة تفتيشية من الوزارة ثم لجنة ولائية تحت رئاس مدير السكن وعند المنطقة الثالثة هي مكتب الدراسات وحنا وصلنا بالنسبة لسكنات البيع بالإيجار أعطينا حتى الفرصة لأصحاب اللجان الحي هما يزوروا الحياء تحهم ويعطيونا كل التحرزات وكل الريزارف قبل ما نسلمها هذه كلها قدرنا بلوزير إطاب حتى نتحصل على سكن مطابق لدفتر شروط هذه بالنسبة للنوعية بالنسبة للإسراع كانت الورقة الطريقية الخروج إلى الميدان إحنا الميسيون تعنا هي الخروج إلى الميدان اتخاذ القرارات مع كل الفعالين في الميدان مثل السونالغاز أو المديرية المياه أو المديرية التعمير يجب وجود الحلول ميدانيا والطريقة الأخرى كما يكون لدينا مشروع كبير نقسمه على مشاريع صغيرة حتى تكون لدينا 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 نقسمها لكل ورشة تكون عندها كيف تحوحدها والنقطة الثالثة هي التنوب هي عملية التنوب لازم نحب سول الخدمة على الرابعة أو الخمسة لازم عملية التنوب التي كما قال زميلي وضعناها في دفتر شوروت دفتر شوروت نلزم الشركات بالعمل تروفويت ونلزمهم بالريس بالأجال التي نحضهم في دفتر شوروت وهذا بعد تعليمات سيد الوزير ماذا عن تسيير سكنات عدل سيد فيصل زيتون بالنسبة لتسيير السكنات من السنوات قبل 2020 كانت عمال جاس إيمو هم الذين يقومون بالصيانة لكن في سنة أواخر 2020 دخلنا نمط جديد وهذا الامتصاص شركات شباب شركات تعلنساج هم اللي وضعناهم هم في الواجهاء بش يقدروا يمدوا حاجة حاجة جديدة أم بلوس لهذه السكنات من نزوج نواحي هم شباب يمدوا حاجة جديدة وامتصاص للطول شماج أتراف سيد فورميل ممتاز تفضل ربما إضافة بسيطة فيما يخص تسيير الأحيان السكنات حيث تعلم أن تحدث عن الأجزاء المشتركة هو مدام تحط على أجزاء مشتركة هي كذلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الهيئة المسهيرة وكذلك تقع على عاتق مستغلية هذه السكنات إذن العملية والمسؤولية مشتركة كذلك إذا سمحت ربما نعد لقضية نوعية الإنجاز وصحيح وصحيح مكتب دراسات وصاحب مشروع وكذلك مقاولة إجزاز لكن كذلك هي مواد بناء يجب أن تكون ذات جودة ويد عاملة مؤهلة إذن العملية ربما تتكون وخليني أقول لك بأن جميع القطاعات هي معنية بالوصول إلى سكن ذات جودة عالية وما يتمناه المواطن طيب سي محمد مرجاني عندما نتحدث عن تسليم هذا السكن نتحدث عن الأقطاب الحضارية يعني في ستيف في وهران نعم جاءت الأقطاب الحضارية على شكل مدن مدمجة أو بما يسمى أحياء مدمجة لأن حجم هذه البرامج يجرون حتما إلى بناء مدن أو أقطاب حضارية لأن لا يمكن أنك تنجز سكنات وفقط سكنات تتبعها تهيئة عامة تتبعها تجهيزات تربوية تجهيزات تابعة رغية كل القطاعات من أجل الوصول إلى مدينة تلبي حاجيات شاغلي هذه السكنات وتفادي ما كان يعمل به في السابق وهو تسليم تحييات تحييات للنوم وفقط طيب بالعودة إلى تسيير السكنات يعني عندما نتحدث عن تسيير سكنات عدل يعني عندما نتحدث عن جستيمو هل يعني راضين على ما تقوم به أم حتكون فيه تعديلات يعني تعديلات هي بالنسبة للشركات هذه تحييات 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 هي الوسيقى حتى نجيب دم جديد ونفس جديد لهذه السكنات لما يمكن يمدون حاجة جديدة في نفس السياة في نفس السياة تعرف أداء المهام ما عنده سقف ما كانش رضا هو عمل يومي وكل يوم نتطلع إلى الأحسن يستحيل أنك تكون عندك سقف من ناحية التسيير أو من ناحية النوعية هو ما عنده سقف نوعية ما عنده سقف كل يوم كل عام كل سنة كل إنجاز نقول بأننا كان من المفروض أننا نحسن أكثر فأكثر فهو عمل دائم لأنه فيه مثلا التسيير كان جيد وطمح أكثر هو طمح ما عنده سقف كذلك كل يوم كل عملية تسير ننتبه بأنه كان من المفروض أننا نقوم بأداء أحسن وهذا هو الأمل الرضا ما عنده سقف كثير يلا كلمة أخيرة نختم بها فيصل زيتوني دائما وكالتعدل كما قلت تحرص دائما على التسليم في الأجال وتسليم سكنات ذات نوعية وجودة أنا وش نقدر نطمئن المكتتبين سيغس البيب الإيجار اللي احنا واقفين تحت سقف ولا تحت الإطارات كل الإطارات الوزارة نبقى واقفين وفي هذا الجهد اللي باش نزيد نمد إن شاء الله في 2023 نقعد في نفس النمط ونفس الواتيرة وإن شاء الله نكمل أكثر حتى تسليم آخر سكن لمكتتبي سيغس البيب الإيجار إن شاء الله سيغس محمد مرجاني كذلك رسالتي لكل من يشاهد هذا الحساب بأن البرنامج سليم الكثير يرتقب تسليم الكثير برنامج جد وطموح ملايين من السكانات يرتقب إنجازها سنة مليون وحدة سكنية تقريبا في سنة هو جاري إنجازها كنت قدمت الرقم 740 ألف يضاف لها 225 ألف في حدود مليون سكن نهاية 2023 وسوف يتم توزيع كل برامج التي يتم إنجازها ندخل سنة 2024 ببرنامج كذلك يماثل هذه البرامج الدولة لن تتوقف على إنجاز السكن الاجتماعي الموجه للشريحة الضعيفة أو متوسطي الدخل هناك برامج نذكر أنه البرنامج الخماسي سنة 2020 2024 هو كذلك بتعداد مليون لوحدة السكنية كلها وجلها متجهة إلى أو معظمها يتجه إلى الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل كل الوزارة على رأسها سيد وزير السكن إطارة الوزارة كل إطاراتنا على المستوى المحلي كل متعاملنا كمكاتب دراسات أو مقاولة إنجاز الجزائرية هي عازمة على أن ترفع هذا التحدي إن شاء الله نلحق إلى أننا نسلم سكنات أو أحياء مدمجة تليق بمقام مواطننا شكرا جزيلا لك بالتوفيق إن شاء الله لكم لكل إطارات قطاع السكن شكرا جزيلا لك المدير العام ليا سكن بيزارة السكن محمد مرجاني شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل شكرا كذلك سيد فيصل زيتوني المدير العام لألك الوكال الوطني التحسيني سكن وتطوريها عدل شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والأرقام التي قدمتها لنا مشاهدين أخدام برنامج قصابلات السلام عليكم